رأيت أنا منكر واضح وبين وسكتنا عنه وسكت عنه فلان وسكت عنه فلان فقد نتضرر كلنا وليس هذا الذي يفعل حديث السفينة حديث السفينة وفي حديث صريح جدا وصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون شف يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب شوف لاحظي عمهم ما هو يخصهم الآن بني إسرائيل لعنا زين لما جاء اللعنة البني إسرائيل وش كان السبب كانوا لا يتناهون عن منكر ينفعلوه كان الواحد يشوف الثاني يخطي ولا يقول له شيء هل هذا حرية شخصية شوف في النهاية تضرروا كلهم زين وعوقبوا جميعا مع بعض أهل التفسير يرى يعني إن معنى الآية أعمق من مسألة هم ما نهوا عن المنكر قال أنهم لم يفعلوا الأسباب اللي تصرف هذا المنكر وتزيله سبحان الله يعني معنى أعمق في قضية الأمر معروف أنه عن المنكر بل أزيدك من الشعر بيت ولذلك لا يلومون الناس لا يلومون أي أحد ينصح ويأمر بالمعروف لأمر ظاهر منكر ظاهر لأني أنا وأنا جاس كلنا نحمي أنفسنا من العقاب الجماعي جاء في حديث حذيفة وفي حديث عائشة مروا بالمعروف أنهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم يعني قد يكون من عدم استجابة دعاء الناس قضية فشو المنكرات عندهم وفي حديث وإن كان في سندة مقال لكن معناه صحيح زين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لكم مروا بالمعروف أنهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتسألوني فلا أعطيكم فقضية أثر فشو المنكرات على المجتمع ترى أمرهم بسحب